تصريح لشركة راسا بورون اكسبورت للصناعات الدفاعية الروسية اكدت فيه انها ستبدأ تسليم تركيا منظومة بطاريات اس 400 مطلع العام المقبل يأتي هذا الاعلان على اصداء ازمة امريكية تركية عقب اعلان واشنطن فرض عقوبات على انقرة بالتزامن مع ازمة اقتصادية بسبب معاناة العملة التركية التي تراجعت كثيرا امام الدولار في الاوينة الاخيرة كذلك يأتي التقارب الروسي التركي في وقت تشهد فيه علاقات موسكو وواشنطن توترا متصاعدا بسبب عدة ملفات اقليمية من ابرزها الملف السوري بالاضافة الى خلافات اخرى بين البلدين في الشرق الاوسط واسيا وافريقيا افضت لفرض واشنطن حزمة عقوبات اقتصادية على موسكو ويرى مراقبون ان عقوبات واشنطن على انقرة دفعت تركيا للبحث عن شركاء استراتيجيين جدد مثل روسيا لانقاذ نزيف الليرة التركية الذي وصل الى ثلاثة اضعاف خلال سبعة سنوات على امل انقاذ تركيا من الدخول في نفق مظلم بما قد يضر بوضعها الاقليمي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة